أجابني قوي أم ماما قايت لها أيها بنتي قايت لها أنت كويس أنك في البيت أنا جايلك دلوقتي في حاجة قايت لها ما أجي أحكيلك فلاقيت بنتها دخل عليها ومعها الشنطة بتاعتها قايت لها اسم الصريب عليكي فيه قايت لها لحاجة زالت مع فلان مع جوزها يعني قايت لها طب هو عارف أن أنت جاي عندي قايت لها لأ قايت لها طب تعالي بس أقولك على حاجة دخلت معها المسبع العائلي قايت معها أبانا لازي وراحت شايلال عشان طيطها قايت لها تعالي نرجع البيت عندك ونحكي عندك ماما ده أنا جايك لها قايت لها ماشي نحكي وهناك بقى هتعرفي أنا بقولك كده لي وبعد ما رجعتها البيت قبل ما الزوج يرجع من شغله ويعرف أنها سابت البيت وترسي هدومك زي ما كانت مكانها قايت لها حصل إيه واحدة أني طب أنت شايفة أني دي كانت تنفع منك حتى لو في المزقية فلانية دي هو مالوش حقا بس نعديها ونتفاهم معابش شويش وبعدين أنا مينفعش أتدخل ليه إزاي ماما أنت مش دافع عني قايت لآه أنا ينفع دافع عنك بس كون أن حد يخش بينك انتو اللي اتنين أنت كده بتقليلي من صورته عندي وانت عارفة أنا بحبه انت عارفة أنا بحب جوزك قايته بتدت تعظم في مكانة زوجها اللي هو جوز بنتها عند بنتها تقول لها فكرة لما عمل وعمل ابتدت بقى تحط فوكس على إيه فكرة مواقف إيجابية مواقف إيجابية مينفع الآخرة قايت لها طب أنا إزاي خدت شنطتي وكنت جاي عندك أصلا قايت لها ولا تسألي ولا تغدي بالك أنا ناسيا بمواقف ده وما تفتحي السيرته دي أم عارفة تمر بنتها إنها ترجع لبيتها لبيتها ومناسبة في الجزئية دي يعني لا أميل ولا الواحد في مليون لإن فيه وحدة تسيب بيتها هو زعلان تروح كده تقوله بقول لك يروح عود مع أب اعترافك يقول لك أنت تعمل إيه لكن أنا لا أميل إن أنا أسيب بيت الحالات الوحيدة اللي بنقول إن الزوجة ممكن تسيب بيتها لما يكون البيت يستخدم خطأ أو للخطي يعني دي ساعتا لما يقول إيه أهم ينفعش تتواجد في مكان أو يكون الزوج عنيف يمد يده أو حاجة زي كده ساعتا نقول إيه إن أنت محتاجة تسيب المكان لكن واحدة تسيب مكانها ده بيتك اللي أساسه لك الروح الكدس